السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المساهدين أسعد الله وقاتكم بكل خير وبركة أبنائي وبنات الطلاب الصفة 11 أهلاً وسهلاً بكم في حصة متقددة من درس الهواء لمدة الرياضيات للصفة 11 البحثة في الحصة الماضية خذنا العمليات على اللغة رتمات وكذلك قبل خضينا الدالة اللغة رتمية اليوم سنواصل لهذه الدالة اللغة رتمية والعمليات على اللغة رتمات أولاً نتذكر خواص في اللغة رتمات إذا كانت سين وصاد ونون تنتمي إلى العدادة الحقيقية الموجبة شرط الموجبة نتبه لهذه ونون لا تساوي واحد وكذلك نون أكبر من الصفر فإن واحد لغة رتم حاصلة ضرب سين في صاد للأساس نون نحن نعرف أن اللغة رتم الدالة العكسية للدالة الأسية الدالة العكسية للدالة الأسية وبهذا نحن لما نقول لو كان ألف أس ميم ضرب ألف أس نون خذينا سابقاً لما يكون حاصل ضرب نجمع الأسس إذن ألف أس ميم زايد نون وفي القسمة نطرح فهنا لما يجب نوزع اللغة رتم يتوزع إلى اللغة رتم الأول زايد اللغة رتم الصارع وفي القسمة لغة رتم البسط ناقص لغة رتم المقام لأن في الدالة الأسية لما يكون الأساس متساوية في حاصل القسمة نطرح الأسس وكذلك أس الأس لاحظ معي لأن هنا أس الأس في الدالة الأسية لما يكون ألف أس ميم الكل أس نون نكتبها ألف أس ميم ضرب نون فنتجة هذه من أس الأس ولما يتساوي لغة رتم الصارع للأساس نفس النون أكيد أن الصين ستنتج تساوي صارع هذه كانت تمهيل وخضيناه في الأسبوع الماضي الحصى ثلاثاء وخضية بعض التمارين نتذكر مع بعض أو قلقيها المجاهيل في كل مما يلي انتبه معي يا أبطال يجب أن تلاحظ وتكون دقيق إذا كان المجهول في الأساس نحن نحول إلى دالة الأسية قبل نحاول نتذكر أعطيناكم سابقا أن اللغة رتم نون للأساس نون دائما تساوي واحد هذه خلوهم نستحضرين لنا معاكم محاولة تستخدم تبسط لأن يكون أستطيع أن نستفيد من هذه الخاصية لغة رتمعادة للأساس نفسه بواحد من نفسه قلتها لأحد الأسبوع الماضي والأستاذ اضافها بالثلاثة كذلك إذا نحاول السبعة وعشرين بسطها لا بسط وهي لغة رتم الثلاثة الأساس الثلاثة الأساس تساوي تساوي ثلاثة على اثنين بقسمة الطرفين على ثلاثة إذن لغة رتم ثلاثة لأساس را تساوي نص نحولها إلى دالة قصية إذن ثلاثة تساوي قلنا هذا الأساس نفسه الأساس في الدالة الأساسية ويرفع القوة إلى الأس رأس نص لاحظ معي رأس نص تساوي جذر هذه لازم نعرف أن أي قيمة أس نص هو جذر التربيع لأرى بتربيع الطرفين بتربيع الطرفين إذن إذن هنا تسعة تساوي رأ إذن رأ أعطتنا التساوي قيمتها تسعة أسوال آخر للتأكيد وتثبيت المعلومة لغة رتم ثلث للأساس واحد على تسعة تساوي صار نحول لدالة أسية نتذكر دائما واحد على ثلاثة يساوي هذا الأساس نفس الأساس أس صار حاول أن نبسط دائما نبسط إلى أبسط ما يكون واحد على تسعة هي واحد على ثلاثة أس تنين لكل أس صار أس ماذا نضرب إذن ثلث أس تنين صار طرف الآيبان ثلث أس واحد والطرف الآيبان ثلث أس اثنين صار إذن اثنين صار تساوي واحد يؤدي ذلك أن الصار تساوي نص طبعا ممكن ببعض الطلاب يستخدمون أكثر من طريقة وهي أن ناخذ القذر وهكذا لا نأخذ مسائل نطبق فيها الخواص الجمع والطرح والضرب وهكذا عمليات ككل اللغرة أكتب كل ما فيه أبسط صورة مدام هنا ناقص لنفس الأساس لغرة مين بين عملية أنه نسوي لغرة واحد الأولاني في البسط ناقص يعني تقسيم لنفس الأساس عيد مرة ثانية الخاصية ويساوي لغرة اثنين الأساس ثلاثة هذا الأبسط إذن إذا كان بينهم طرح الموجب في البسط والسال بيقى في المقام تقسيم هنا نفس الشيء لغرة الأساس تقسم تقسيم تقسيم أو على سين وبالتبسيط طبعا سين نختصرها مع السين إذا نساوي لغرة صاد على عين للأساس ألف بعد واحدة للتأكيد التكرار يعلم الشطار وتكسب المهارة لأن لغرة الأول ناقص لغرة الثاني ثلاثة لغرة مات بين عمليات جامعة وطرح لغرة مواحدة للأساس الموجب في البسط أربعة سين هذه زاين ضرب صاد هذه ناقص إذا تقسيم ثلاثة صاد أعتقد كلكم كطلاب في الصباح في داعش البحثة التبسيط واضح الصاد سنبسيطها مع الصاد ويبقى الناتج اللغة رتم أربعة على ثلاثة سين للأساس نأخذ شوي مسائل قدرات أكبر شوي نفس العملية أو قد قيمة كلماتي اللغة رتم خمس طعش لاحظ ما نقدر لو كان الأساس مختلفين أن نعمل الخواط لازم تخلي في ذهنك يا أبناء من فضلكم نبدأ التعليم بالنظر والتفكير لازم يكون هنا الأساس لنطبق الخواط نفسه فهنا الأساس ثلاثة نعم إذا كان وجد الأساس نفسه لننقول لغارة موحل نعمل خمس خمس عشر زايد عن ضرب ستة ناقص تقسيم عشرة ويساوي لغارة من الأساس خمس عشر في ستة يمكنكم حتى استخدم الآل الحاسب للأساس عشرة ويساوي لغارة تسعة للأساس ثلاثة لازم تحاول تبسطها التسعة ثلاثة تربيع للأساس ثلاثة لاحظ معي الاثنين هذه تروح في المرام في الأس تروح ضرب إذا الاثنين لغارة الثلاثة الأساس هذه القيمة أي عد الأساس نفسه بواحد إذا اثنين في واحد لاحظ نحاول نصل إلى نبسط لأن لغارة العدد للأساس نفسه سؤال آخر قبل حاول أن ترجع لاحظ مع أن كله نفس الأساس لأن هنا عملية طرب نرجع هذه للعصل أس ترجع أس إذا نقول لغارة 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 المية نأخذ الجامعة قبل ضرب 36 هذا في البسط في المقام ناقص عن تقسيم ثلاث اثنين أس ثلاثة نرجع أن الثلاثة نرجعها للأس إذا كانت في الأس المحتاجين لننخليها في الأماب لنرجعها لأصل الثلاثة لغارة بثنين وثلاثة وثنين وثلاثة بثمانية طبعا ناقص أيضا تقسيم يعني ضرب 18 أعيد مرة ثاني أبناء الطلاب للجميع انتبه الأساس نفسه خمسة 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 إذن لغارة مواحد من هذا العرب على لغارة ما نسوي لغارة مواحد للأساس نفسه اللي في الموجب هادي موجب وهادي موجب بين ضرب إذن 100 ضرب 36 ثلاثة ترجع للأصل في الأس الثنين الأس لثلاثة بثمانية ملايضا ناقص في المقام 18 واستحرم جميع الطرق التبسيط 36 على 18 بثنين كذلك 100 نقسمها على 4 بـ 25 على 4 بثنين كذلك الثنين تروح مع الثنين أو تضرب 25 في الثنين على الثنين أي بـ 25 تقتصر بقت 25 لغارة بالـ 25 كذلك ممكن الطالب يضرب 100 ضرب 360 تقسيم 8 في 18 ويقرب الآن الحاسبة ويطلع عنده 25 نبسط الـ 25 عبارة عن لغارة الـ 5 للأس الثنين للأس أترك الوقت شوية نسوي نوقع نرجع هذا الأس نوقع ودي أمام اللغارة الـ 2 لغارة الـ 5 للأس الـ 5 كلنا مدركين يا أبطال أن لغارة الـ 5 للأس الـ 5 بـ 1 إذن 2 ضرب 1 بـ 2 مهما كان شكل لغارة لعمليات زايل وناقص ومضارب وقص فقط تعامل معها ببساطة وأنك قادر بالأس نفس الموضوع ونفس الفكرة بس هنا كسر أيضا هنا الأس 2 نود نرقع لأصله 15 على 2 لكل أس 2 هذه موقب وهنا موقب وهذا 3 موقب إذن لغرة موحدة نفس الأساس 5 قبل نفتح عيون شوية لأن نجمع الأساس متشابه إذن 5 موقعات وإذن أس آخر كذلك مع بعض ما نعمل كلهم مع بعض بلون ما ننظر إلى الأساس لازم يكون الأساس متساوي إذن الأساس 5 نعم إذن الأولان 3 على 5 زايل بمعنى ضرب رجعنا الثنين عبارة 15 على 2 أس 2 بمرة كطالب ربع 15 225 تربيع الثنين أربعة نبدأ هذا ضرب 5 على 243 هاي تقسيم طبعا نسوي تقسيم ككسر أو تقسيم كعملية 5 على 36 وإحنا مدركين يبدأ أن في الرياضيات لما يكون هذا تقسيم نحول إلى ضرب ونقلب المقدار لما يكون عندنا تقسيم نحول إلى ضرب ونقلب المقدار إذن سيعطي عندنا لغارة 3 على الأساس 5 طبعا ضرب 225 على 4 ضرب 5 على 243 بين القسم ضرب ونقلب 36 على الخمسة على طول تبسط أو تضرب البسط كامل مع بعض تقسم على المقام مع بعض تقرأ تبسط خمسة مع الخمسة على الثلاثة فيها الواحد على الثلاثة فيها الواحد والثمانين هنا في المقام 4 على 4 1 9 كذلك 125 على 5 فيها 45 يساوي لغة رتم 45 ضرب 9 على 81 يساوي يبسط كذلك على 9 بواعد على 9 بتسعة 45 ناتج لغة رتم الأساس 5 طبعا 45 على 9 بكم لغة رتم 5 أساس 5 وبساب وعد إذن لما يجي الطالب يشوف الشكل يقول لا مسألة طويلة فيها واللخبة والناتج في الآخر بعد التبسيط بقيمة واحد ركزوا معاي شباب الخطوات كلها نتبع واحد وعد إذا الطالب مشى بما يمتلكه من أساسيات سيصل إلى الناتج الصحيح وبكل بساطة سؤال آخر وفكرة أخرى سنحاول ننوع الأفكار اليوم وهذه الأفكار كلها القلم الجاي هنا من نسل المتحانات نهائيا نحاول تكون على إذا كان اللغة رتم معطي القذر التكعيب لصاد الأساس كاف ساوي سبعة فما ما بغاية اللغة رتم الصاد لأساس نتعامل مع الطرف الأيمان أول شي القذر نحاول إلى أس نأتي كل الأساسيات لغة رتم صاد وثلث اللون هذا شوي نغير لغة رتم صاد وثلث لأساس كاف تساوي سبعة نودي هذا الثلث في المقدمة إذا ثلث اللغة رتم صاد لأساس كاف تساوي سبعة نضرب الطرف في ثلاث سبع نتخلص ثلاث على ثلاث يبقى لغة رتم صاد على كاف أول مطلوب تساوي سبعة في ثلاث تساوي واحد وعشرين إذن لغة رتم صاد للأساس كاف المطلوب تساوي سبعة في ثلاث وعشرين ما يروح يحاول يا شخص آخر إلى دالة أسية هذا المطلوب فقط بناء المطلوب سؤال آخر إذا كان السين في صاد معطي قيمة السين في صاد بستة عشر فأثبت أن ثلاث لغة رتم السين للأساس الثنين زائل أربعة لغة رتم الصاد للأساس الثنين ناقص لغة رتم السين في صاد تربيع للأساس الثنين تساوي ثمانية نستخدم الخواص الطرف الأيبن الأيبن الثلاثة لغة رتم الثلاثة يرجع إلى أصله في الأس إذن لغة رتم سين أس ثلاثة لأساس الثنين زايد نفس الأساس ونناقص نفس الأساس إذن لغة رتم هو عن سوين الزايد بمعنى ضرب ونرجع هذا العربعة فوق الصاد أس طرب صاد أس أربعة ناقص نعم تقسيم خلوكم نبهين معي نبدأ مرة ثانية لغة رتم لنفس الأساس الثنين لغة رتم لنفس الأساس الثنين لغة رتم لنفس الأساس نعم لغة رتم وحيد الثنين رح نرجع اللي جاء أمام لغة رتم يرجع للأس إذن سين أس ثلاثة ونصاد أس أربعة بين جمع إذن ضرب سين أس ثلاثة ضرب صاد أس أربعة ناقص نعم مرة بدية خليك ناقص تقسيم سين صاد تربية سين وانتبه أيضا من الأساس لا يقول لي واحد لغة رتم سين ضرب لغة رتم صاد يسوي ليها لغة رتم سين في صاد هذه من الأقطاع الشائعة على أبناء الطلاب هذه من الأقطاع واضح العمليات أنه إذا كان يجب يتحول إلى ضرب وإذا كان طرح يتحول إلى قسمها يساوي لغة رتم الأساس الثنين سين تكعيب على سين بقت سين تربيع والصاد أس أربعة على سين صاد تربيع تبقى صاد تربيع يساوي لغة رتم سين تربيع وصاد تربيع أس واحد موحد لأس إذا سين في صاد لكل تربيع لأساس الثنين محولين هذه الاثنين الأمام تساوي اثنين لغة رتم سين صاد لأساس الثنين وإحنا عندنا أن السين في صاد بستة عشر إذن يساوي اثنين لغة رتم الستة عشر لأساس اثنين تعال نبسط ستة عشر يساوي اثنين اللغة رتم الستعشر عبارة عن ماذا يا شباب اثنين أس أربعة الستعشر عبارة عن اثنين أس أربعة إذا نكتب لغة رتم اثنين أس أربعة لماذا ما هو الاثنين لأن الأساس اثنين حاول أن تبسط المقدار اللغة رتم إلى ما يساوي الأساس. أعطينا لغارة من نفس الأساس بواحد. إذن يساوي نرجع مرة ثانية هذه العربعة. نوديها مع الثنين. نساوي ثنين ضرب عربعة. لغارة من الثنين الأساس الثنين. وإحنا مدركين لغارة من الثنين الأساس بكام؟ نعم بواحد. إذن الثنين في عربعة بكام؟ بثمانية. وهو المطلوبة. طرف الأيسر. يساوي الطرف الأيسر. مهما تناوعة المسائل. أشكالها هي الأساسيات العملية التي درستوها سابقا. هل معادلات؟ نخذ على معادلات لغارة مية. نفس الأفكار. نرجع الضرب إلى الأس. إذن لغارة مية. نفس لاحظنا. نفس الأساس. إذن لغارة الأساس 30 تربيع زائد ضرب 5. ويساوي لغارة 14 سين زائد 3 للأساس 3. لاحظنا. لاحظنا أن اللغارة نفس الأساس في الطرف الأيمن ونفس الأساس في الطرف الأيسر. إذن ما بداخله. لازم هذا المقدار يساوي هذا المقدار. إذن خمسة في سين تربعية. خمسة سين تربيع. يساوي 14 سين زائد ثلاثة. كطالب. سوف في 11 البحث. تأكيد. لما تشوف هذا الحالة. وهذه العلاقة. ستقول هذا عملية. أو معادلات الدرجة الثانية. سأحول ما في الطرف الأيسر. أجمع كلهم المتغيرات في طرف واحد. بيجعلنا خمسة سين تربيع. ناقص 14 سين. ناقص ثلاثة. ويساوي صفرا. كيف أحلها؟ عن طريق كلنا ينرك المقص. اللي هي عاملين. ما لم تربيع عاملين. في طلاب سريع يقوله بمرة بمستاذ خمسة سين. وهنا سين. وهذا إذن خمسة سين في سين. ثلاثة عبارة عن ثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة. ما شيء غير. إذا خضينا ثلاثة. وهنا واحد. أو واحد في ثلاثة. لو خضينا هنا ثلاثة. خمسة في واحد. خمسة. ومجموعة مع الثلاثة. لأن شرطين مختلفة واحدة. وموجب واحدة سالب. بيعطيني اثنين. أو سالب اثنين. لكن خضينا الحالة الثانية. واحد. وثلاثة في الطرف الأخر. خمسة سين في ثلاثة. مستعش. وواحد. فرق منهم سالب اثنين. نعم. إذن هذا اسمه طرفين. وهذا اسمه وساطين. ها هو معاوة. إذن واحد. ثلاثة. السالم. لأن المقدار الأكبر عنده. إذن خمسة سين. ناقص واحد. في سين ناقص ثلاثة. ساوي صفر. إذن خمسة. سين ناقص واحد. هي التي ساوي صفر. أو الآخر سين. ناقص ثلاثة. هو التي ساوي صفرا. إذن هنا خمسة. سين تساوي واحد. انتقلنا السين تساوي واحد على خمسة. هنا سين تساوي ثلاثة. إذن مجموع الحل. المعادلة تساوي واحد على خمسة. وثلاثة. هنا طبعا. آسف شباب. هنا مجم. سالب واحدة. الخمسة. وثلاثة. لأن إحداها مجم. وإحداها ما سالب. نعم. طبعا. استبعدنا هذه. لحالة واحد وثلاثة. قد تتأكد من حالك عوض في اللغرة الأساسي. في المعادلة الفوق. ويطلع الناسج متساويا. سؤال آخر. أيضا للمجموعات. سريع بيكون. هذا السؤال. بخلي لكم تحلوا بسرعة معي. لأن السؤال بسيط. وسهل. لغرة مسين لأسات ثلاثة. زي لغرة مسين لأسات ثلاثة. يساوي لغرة مسين لأسات ثلاثة. يلا بسرعة شباب. مسكين الورقة والقلم. مع محتاجة جاهزة تلقائيا. بين أشارة الجمع. الأساس. واحد. إذ مونا شوي. يلا. بأخذك بفرصة شوي. بالورقة والقلم. مع بعض. مدام نفس الأساس في الطرف الأيمن. لغرة مسين في سين. هذه جمعة. تحول إلى ضرب لنفس الأساس. ويساوي لغرة مسين لنفس الأساس. لغرة مسين في سين بكم؟ إذن لغرة مسين تربيع. أساس ثلاثة. يساوي لغرة مسين لأساس ثلاثة. ملخطة للقراءة الخاصية. رخم ثلاثة. قلنا إذا كان لغرة مسين لأساس نون. يساوي لغرة مسين لأساس نون. إذن لازم مسين تساوي صاد. نعم. إذن سين تربيع. هذا اللغرة. يروح مع هذا اللغرة. إذن سين تربيع. تساوي 2 سين. نحول 2 سين بطرف الآخر. إذن 2 سين تربيع. ناقص 2 سين. تساوي صفرا. ونحلها كمعادلة. بيأخذ عامل مشترك سين. هنا سين ناقص 2. أطاقت ونأكتب يا شباب. شوفه. أول. يام ما سين تساوي صفر. أريد تفكر فيه هذا شوية. برقع على بعد شوية. أو سين. ناقص 2 تساوي صفر. إذن سين تساوي 2. برقع على هذه. الطالب على طول حال. ونفكر. سين تساوي صفر. ما نقلنا من ضمن الأساسيات. لما تجي تعوضينها في اللغة رتم. اللغة رتم. الصفر. قلنا يجب أن يكون السين والصاد والنون. أكبر من الصفر. لا يساوي صفر. لأن اللغة رتم الصفر هذا غير. لا ينتمي المجال المجال المجال. ينتمي إلى مجموعة العداد الحقيقية الموجبة. لو سين. إذن هذه مرفوضة. نكتب. مرفوض. لكن ما في كل الحالات. يعطين إذا ساوي السين بالصفر. لأن إذا كان معطي عندك السين زايد قيمة أخرى أو ناقص. في أكيد ما. لكن. نحن نقول لا يساوي اللغة رتم كمستقل. لو قلتنا تقول اللغة رتم الصفر. للأساس ثلاثة. زي اللغة رتماشية الصفر في صفر. كمية غير معرفة. نحن نتعامل مع مجموعة العداد الحقيقية. إذن مجموعة الحل. يساوي إثنين فقط. وإنكتب مرفوض. السؤال آخر. إذن السؤال الثاني مرة ثانية. بنفس الفكرة. بنفس الفكرة. نحاول أن نكثر من المسائل. اللغة رتم. لاحظوا معي. هنا الطرف الأيمن. لساس ثلاثة. بينما الطرف الأيمن الصفر سبعة. نتعامل معهم مستقلات. إذن بينهم طرح. اللغة الأولانة واللغة رتم الثانية. بينهم عملية طرح. والطرح تتحول إلى كما اتفقنا قسمة. إذن نقول لغة رتم. لساسة. سين تربيع ناقص ثلاثة سين زائد اثنين على سين ناقص اثنين. ويساوي تهد تسعة وربيع. مرة طالب النبي شايفينها. قبل أن نشاهد السؤال. تابع معا. ما يتسعى يا ربيع عبارة عن ماذا؟ عن سبعة في سبعة. يعني سبعة تربيع. هذه سبعة تربيع. إذن سنكتبها اللغة رتم. سبعة تربيع. سبعة. هذه نقول لهم الدرجة الثانية. سين تربيع. مقدار ناقص ثلاثة سين زائد اثنين على سين ناقص اثنين. نبسط البسط. لغة رتم. لغة رتم. السين تربيع. دالة تربيعية. سين في سين. اثنين ما شغل اثنين في واحد. ما دام موقب الأشارتين متشابهات. يا موقب وموقب يا سالب وسالب. موقب نرجع إلى ننظر إلى أشارة لحد الأوسط. أشارة لحد الأوسط. ماذا سالب؟ إذن سالب وسالب. والبسط المقام سين ناقص ثنين. والأساس ثلاثة. هذا الأوسط يتوجه على طول ثنين. ثنين. لغة رتم سبعة. أساس سبعة. طالما نتابع أن سبعة الأساس سبعة بكام يا شباب. نعم. واحد. حاول أن في البسط موجود سين ناقص ثنين. نختصره مع سين ناقص ثنين في المقام. إذن الطرف الأيبن لغة رتم سين ناقص واحد. الأساس ثلاثة. يساوي اثنين في واحد باثنين. لأن نحول هداء لأوسطية ناخذ. الأساس هذا هو نفس الأساس. ويضرب الثنين إلى القوة. إذن سين ناقص واحد تساوي ثلاثة تربيع بتسعة. إذن السين نوده طرف الآخر بموجب السين بعشرة. سين تساوي عشرة. طالب بغا يتأكد بنحله. يرجع إلى رأس السؤال ويعوض هل سيعطيني الناتج هذا من التفقين عليه. أنه لغة رتم 2 لغة 7 لأنه لأنه تتحقق تكون سريع زائد 2 لأساس 3 ناقص لغة رتم 10 8 لأساس 3 مدام نفس الأساس يساوي لغة 100 ناقص 30 70 زائد 72 على 8 وتساوي لغة 9 لأساس 3 هذه 9 برعا 3 تربيع وتساوي 3 2 2 لغة 3 لأساس 3 2 نفسه ما كان في الطرف ليسا إذن حلك سليم وصحيح التأكل والتحقق ضروري للطالب للمرتبك لأنه يكون لأنه أحيانا الخطوات من كثر الحل والسرعة وحيانا لا يغلط إلى الشاطر يستعقل شوي فيغلط تحقق في النهاية سؤال آخر سؤال آخر فكرة أخرى لغة رتم سين تكعيب زائد 27 لأساس 3 ناقص لغة رتم سين زائد 3 لأساس 7 يساوي 1 مادام ناقص إذن تقسيم نفس الأساس هنا 7 7 إذن نسوي لغة رتم 1 لغة رتم لأساس 7 نسوي تقسيم سين تكعيب في البسط زائد 27 على سين زائد 3 ويساوي 1 حاول أن تبسط حاول سين تكعيب زائد 27 تتوقع ماذا حاول أن تتذكر يا أبناء سين تكعيب زائد 27 مجموع مكعبين نعم عبارة عن سين تكعيب زائد 3 تكعيب لأن 27 ثلاثة في ثلاثة كيف نفك المقدار هذا لما يكون مجموع مكعبين أو فرق مكعبين طبعا ليس مجموع مربعين ليس فرق مربعين لكن في التكعيب مجموع أو فرق لمكعبين يوجد لو حل في مجموعة الأعداد الحقيقية نتكلم عن مجموعة الأعداد الحقيقية الآن هذا مجموع مكعبين دائما نخذ القوس ذو حدين صغير وقوس كبير قوس صغير وقوس كبير القذر التكعيبي للأول سين زايد القذر التكعيبي للثلاثة القوس الكبير تكون من ثلاثة عدود نادقات من هذه الحدين أول شيء مربع لحد الأول نذكرك السين تربيع مهمة هذه كثير من يلخبط ابناءنا الطلاب خاصة صف 12 ويطلع في صف 12 هذه المعلومة والأساسية ضرورية عكس الأشارة هنا عكس الأشارة عكس الأشارة إذن موجب سالم الأول في الثاني ثلاثة سين ومن لقطات طلاب يقول لك يتذكر المربع الكامل يقول الأول في الثاني في الثنين لا في المجموع مكعبين أو فرق مكعبين فقط الأول في الثاني طبعا هنا زايد مربع الثاني التسعة هذه المرة ثانية بسرعة شباب سواء المجموع إذا وقتها مجموع مكعبين أو فرق نقول قوس صغير وقوس أكبر الأولان هنا القذر التكعيبي للأول إذن قذر التكعيبي للسين سين زايد القذر التكعيبي للثلاث للسبعة وعشرين إلى الثلاثة ينتج من القوس الأكبر ينتج من القوس الصغير مربع الأول مربع الأول إذن سين تربية عكس الأشارة إذا موجب سالب إذا سالب موجب الأول في الثاني سين في ثلاثة ثلاثة سين مربع لأخير لازم موجب لأن أي تربية موجب تسعة إذن هذا هو الفك إذن لغة البسطة يكون عندي سين زايد ثلاثة في القوس الكبير سين تربيع ناقص ثلاثة سين زايد تسعة المقام سين زايد ثلاثة لأساس سبعة يساوي الواحد وإنت تحل لاحظ على طول نتج عندك أن السين زايد ثلاثة راحت مع السين زايد ثلاثة يساوي إذن بقى لغة سين تربيع ناقص ثلاثة سين زايد تسعة للأساس سبعة يساوي واحد أنت ماشي صح تتعامل مع الخصائص اللي عندك في اللغة تمات وأساسياتك السابقة سواء حلينا معادلة من الدرجة الثانية بفك الأقواز عابلين سواء مربع كامل فرق مربعين سواء مجموع مكعبين تستحضر أساسياتك كاملا وتتعامل معاين وضرور هذا الشيء السنة القانم إن شاء الله كلكم راح تكون في صف الثناش سنحتاج الأساسيات فرق مربعين مجموع مكعبين فرق مكعبين مربع الكامل وهكل العمليات هذه لازم تستحضرهم سواء في التكامل أو في النهايات لازم تكون معاك نكمل الآن واشو وصلنا نحول إلى دا أسيا على طول لازم خطوات تحول إلى دا أسيا إذن طرف الأيمن يبقى عندنا سين تربيع نقل ثلاثة سين زايد تسعة يساوي هذا الأساس يروح إلى الطرف الآخر سبعة واحد اللي هي سبعة وبعدين نودي السبعة سنحل معادلة نفس ما علينا أكثر من مرة معادلة من الدرجة الثانية إذن سين تربيع نقل ثلاثة سين تروح السبعة سالب الموجب هنا تروح القياد الثانية سالب إذن تسعة موجب وسالب سبعة موجب اثنين تنساء وصفر واحد يقول للطال أستاذ نحن محللين قبل شوي نعم دالة تربيعية من الدرجة الثانية دائم إذا شاهد دالة تربيعية إذن عاملين أو نتذكر المميز يا عاملين يا عامل متساويين العاملين متساويين اللي تطلع عندنا مربع كامل مثل السين ناقص ألف تربيع إذن سين بألف وسين بألف يعني يسمى عاملين لكن متساويين أو إذا كان المميز أكبر أسغل من السفر طبعا لا يوقع حل أي بمعنى لا يقطع محور السينات أو أنه عاملين هنا عاملين نعم سين سين الثنين عبارة عن ثنين في واحد توقع لنا أن هذه موجبة نظر إلى أشارة الأوسط سالب سالب إذن سين ناقص الثنين تساوي صفرا أو سين ناقص واحد تساوي صفرا إذن سين هنا تساوي ثنين هنا سين تساوي واحد إذن في الآخر إذن مجموعة الحل تساوي اثنين واحد واثنين حين نتطال بأبطال يحل كالسؤال هذا من البداية يحوله إلى دالة يعني من الأخطاء التي نرتكبها بعض ابناء الطلاب يحولها على طول كدالة أسية ويقولك دالة كعيبية يعني من الأخطاء اللي يحصل هنا بيجي يأخذ لغة رتم ما يوصل هنا سين تكعيب زائد 27 على سين زائد 3 ويساوي سبعة وستواحد بسبعة ثم يضرب طرفين وفي وسطين بقي سين تكعيب زائد 27 ويساوي سبعة سين زائد واحد وعشرين ويحولها لاحظني هذا في المقام ويقعد الحل ومن ضمن الحل بيطلع عنده السين تساوي سالب ثلاثة وسالب ثلاثة ليس من ضمن مجال مجال حا ما عدا سالب ثلاثة لأنه ما يمكن في المقام يعطي صفر ولو عوض في النهاية عن سالب ثلاثة بهذه القيمة لأنه في بعض الطلاب هكذا يتعاملون مع المسألة سالب ثلاثة تكعيب سالب ثلاثة سالب سبعة وعشرين زائد سبعة وعشرين بصفر توقع بالشوي قلنا لغة نتم الصفر في السؤال السابق استبعدنا الصفر مرفوض لا يوجد لغة نتم الصفر نذكر بعض مرة ثانية نبدأ من ببعض الأساس إذن الخلاصة اللي يريد تستحضروها في العمليات يجب أن تستحضر عندك في ذهنك هذه أساسة تخليها ما يمكن تنساهل الخاصية الأولى حاصل ضرب مهما كانت لغة نتم صين في صاد في عين للأساس نون نتحول إلى لغة نتم الأول زايد لغة نتم الثاني لنفس الأساس زايد لغة نتم العين أو العكس لغة نتم بين الجمع نحاول لغة نتم وعين لنفس الأساس ونضرب كذلك في القسمة هذه لا تستحضر وهيقول بموين قدت طبعا تم شرحها في الحصة الماضية وموجودة أيضا في الكتاب برهان على أن الدالة نحن قلنا أول الحصة أن الدالة اللغة رتمية هي معكوس للدالة الأسية كذلك في القسمة يا بطال ثم أن لغة رتم سين للأساس نون ناقص لغة رتم صاد للأساس نون ناقص لغة رتم عين للأساس نون كله لنفس الأساس الطلاب من سرط يقول لك لغة رتم نون ويرح يقول سين تقسيم صاد تقسيم التقسيم يقول لك ذا ربعين أخطاء يرتكبها أخطاء شاعة ونت الآن سوى تسين في عين وهذه الطرح هنا ننتبه أبطال أن الشرط موجبة هو اللي يجي في البسط واللاشرط السالبة هو اللي في المقام صاد في عين كذلك هذه مهمة لغة رتم لو كان العكس الآن معطاي ميم لغة رتمسين لأساس نون احتقت أنك ترجعها لأصلها تساوي لغة رتمسين أس ميم لأساس نفسها لأن هذه دالة أسية ناتج قوة وهذه مضروف فيها وإحنا قلنا أس الأس ضرب وحق لما يكون أساس نفس الشي لما بينهم ضرب نجمع ونجمع الأسس بين قسمها نطرح اللي في البسط ناقص المقسوم وهكذا يجب أن تستحضرها دائما معك يجب أن تستحضرها دائما معك وهذه اللغة حاول أن تبسط جميع اللغة رتمات لأن يكون لغة رتم نون الأساس نون أسبب تستشيل بها واحد هذا قل حاضره معك وكذلك لغة رتم الواحد للأساس نون تساوي صفر لأن هذه الهنتين لا بد من لابد من نستفيد من ويعطيك هنا مثال لو قلنا لغة رتم مية للأساس عشرة تساوي تساوي صفر تعالوا شوء الآن إذن لو كانت تساوي صفر أنت تريح مثلا أس أو تساوي أس ألف لاحظ مع أن مية أس ألف تساوي عشرة أس صفر يعني بواحد إن شاء الله طبعا يا أبطال تحول الألف يفضل قبل لغة رتم مية لأساس عشرة وتحلل لو كاننا نريد أول قيمة تحلل المية أبارع عن لغة رتم العشرة تربيع لأساس طبعا لأساس عشرة الثنين نوديها الأخرى تساوي الثنين لغة رتم تنفي ألف طرب ألف لغة رتم العشرة لأساس عشرة وهذا المقدار بواحد هذا المقدار بواحد تساوي اثنين ألف وطبعا قال هناك تساوي صفر إذن الألف تساوي صفرا الألف تساوي صفرا إذا كانت ما أعطيه هنا الألف بكم لازم يكون تخلي واحد إذن لازم يكون الألف صفر ومية أس صفر تعطيك بواحد إذن عندنا لغة من نون الأساس نستحضرها حاضرة دائما بواحد ولغة من الواحد الأساس نون بصفر وخضير الخواص حاصل الضرب وحاصل القسمة وأس الأس وإذا تساوي لغة مين هذه مهمة جدا إذن ما بداخله بتساويين وفي الختام أتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة